ومتابعي حلقات صحة حواء أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات صحة حواء طبعاً في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي جميع الأسر المصرية والعربية مقيمة في المنزل وده طبعاً يعني مهم جداً وإجراء احترازي ده عشان نمنع الانتقال العدل وأهم حاجة طبعاً الالتزام بالبعد عن المخالطين أو البعد عن أي حد غريب يعني على الأقل مسافة من متر المترين مع الارتداء المسك والجوانتي مع الاحتراز من أي عدو نقل عدوة وطبعاً احنا هذا الإجراء اللي تم في جملة مصر العربية ده مهم جداً جداً نتفهم لماذا أخذ هذا الإجراء بعد ما تم من نوع من أنواع الريلاكتنس أو عدم المبالاة في الشعب الإيطالي وهو بيعاني من مشكلة كبيرة جداً نتمنى أن كل يلتزم بالقرارات اللي بتصدر للشعب المصري وهذا الإتزام طبعاً هيكون لمصلحاتنا دي مقدمة كنت لازم أقولها طبعاً ومهم جداً إن متابعة في هذا الفترة وإن إحنا نصبر أسبوع اثنين تلاتة لغاية يعني عندنا قرار بانتهاء أي المرض أو انتشار هذا المرض بعد آخر مريض يجب أن نأقد الحذر لمدة أسبوعين على الأقل فترة الحضانة المرض نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة في حلقات صحة حواء حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من أستاذ الدكتور أيمن حمودة أستاذ أمراض النساء والتوليد دكتور الطب ونائب رئيس جامعية جراحي المناظر المصرية ورئيس وحدة جراحات استقصال الأورام اللي فيها مع الحفاظ على الرحمن إن شاء الرحمن إحنا طبعاً بنستكمل موضوع تأخر الحمل لأنه هو موضوع فعلاً يعني ما بنيجي ندرسه حتى للطلبة على كل مستوى له درجة معينة من التدريس على مستوى البكاريوس بناخد له جزء معين على الدبلوما جزء أكبر الماجستير أكبر وأكبر في الدكتورات بنتبحر جداً في جزئية تأخر الحمل بكل جزء يخص السيدة وكل جزء يخص الزوج أيضاً طبعاً أما بنيجي نتكلم عن تأخر الحمل زي ما احنا ذكرنا الحلقة السابقة السؤالت سؤالين برضو سؤالين يعني كانوا عابرين من أحد المرضى أول سؤال كان بيسألني يعني لازم نعطش سنة علشان نبدأ نروح لأطبيب عشان نكشف سؤال حلو جداً يعني هو السؤال يعني عدت أفتكر أنا لو حطيت النهاردة سؤال في ماجستير أو في الدكتورات عن تأخر الحمل وما ذكرش رد لهذا السؤال هعتبر أن الإجابة مبطورة جداً جداً وده لها نقولها النهاردة يعني إمتى الزوجين يفكروا في زيارة للطبيب المعالج بعد الزواج أو قبل الزواج وإيه هي قصة تقييم الزوجين قبل الزواج وهل ده مهم ولا لأ وبرضو ده هنجاوبه إن شاء الله في هذه الحلقة اليوم بإذن الله سؤال الثاني اتسألت من أحد السيدات اللي هي يعني الغريبة جداً إنها مش متعلمة لكن سؤال كان سؤال ضريف جداً وقلت لها السؤال اللي أنت قلتي ده إحنا حصل له اجتماع دولي 2004 في كليرمون فرنسا في فرنسا كان بيتناقش هذا السؤال اللي أنت سألته لي وبالتالي كان غريب جداً إن هذه السيدة هي بفكرها البسيط سألت هذا السؤال وهو هل المنظار البطن الجراحي بديل أطفال الأنابيب سؤال يعني وهل ده بديل ده أو ده يعني له كمالة أطفال الأنابيب والهل إن جراحة المنظار تغني عن أطفال الأنابيب أو الأطفال الأنابيب تغني عن جراحة المنظار سؤال حلو جداً جداً يعني أنا عادت أفتكر يعني مر عليها حوالي 16 سنة هذه الجلسة العلمية التي عملت في جامعة كليرمون وكنت أنا الحمد لله كنت حاضرها يعني ما هو دور المنظار وهل هو مكمل للأطفال الأنابيب يعني يلغي أطفال الأنابيب ولا العكس أطفالهم بيلغي المناظير يعني السؤال ده كان حلو جداً ويجب علي أن أنا إن شاء الله هيتقال الرد بتاعه في أحد الحلقات لما هنيجي نوصل لبقية أو جزء الأخير من تأخر الحمل طبعاً أنا ردت عليها بطريقة بسيطة جداً علشان تتقبلها وتفهمها لكن الجزء علمي كبير جداً جداً وأحد يعني ممكن من حوالي 10 سنين كنا حتى بنزله سؤال كتير جداً جداً في جراحة المناظير ونسأل عن دور جراحة المناظير في أطفال الأنابيب ودور جراحة المناظير في التعامل مع المريض اللي عنده تكرار فشل أطفال الأنابيب يعني السؤال كان مهم جداً لازم الأطباء عندي يكونوا عارفينه في درجة على أقل الدكتوراه إنه يعرف جراحة المناظير دورها إيه في السيدة اللي بتعاني من تكرار فشل أطفال الأنابيب دور منظر الرحم إيه دور منظر البطن إيه هو ده الكلام العميق الكلام المفيد للسيدات اللي عندهم تأخر الحمل نكمل بقى الموضوع بتاعنا ندخل فيه طبعاً أول سؤال اللي سألته من السيدة اللي قالتلي قصة إنه أنا كان علينا إنه إحنا نعمل فحوصات قبل الزواج كان علينا إنه أول ما تزوج نجي لك كان علينا إمتى نيجي أو نبدأ ناخد مشهورة الأطباء في تأخر الحمل بعد شهر بعد سنة بعد إدي إيه وما معنى هذا الكلام يعني إيه قصة هي مش العملية كده فانتازية إن أنا أقول سنة يعني إيه طب شمعنا سنة هنقول ليه وشمعنا نجي نقول لا ده لازم أشوف الزوجين في بداية الزواج طب ليه طب ليه الزوجين المفروض إن أنا أقيمهم قبل الزواج ليه وهل إيه هو المعلومة اللي أنا هستفيد وأفيد الزوجين بها زي ما أنتوا شايفين القصة هي مش قصة كل واحد دكتور يقول لك أي حاجة وما عندوش وقائع طبية أو طريقة طبية يقيم بيها الموضوع ما بين الزوجين طبعا لو جينا قلنا أن فيه زوجين طلبوا الفحص قبل الزواج هنا دخلنا في ناحية اجتماعية وناحية نفسية ما بين الزوجين يعني بنيجي نقول زوج يعني فيه زوجة مخطوبة لزوج وبعد كده قبل ما ييجي يكتبوا الكتاب كان طلع قرار عايزين تحليل سائل منوي اكتشفنا حاجات كوميدية كوميدية أن عقل الزواج لازم ييجي بيه تحليل سائل منوي فجأت أن المستشفات الحكومية ومستشفات كتير قوي بقت عندها نوع من هذا الكلام كأنه طابع دبغة يعني الزوج واحد يروح المستشفى معه بطاقة بتاعة الزوجة وبطاقة الزوج ياخد ظرف مقفول فيه أن بالفحص الزوجة طلعت سليمة ومعندهاش كبد وباقي ومعندهاش ومعندهاش وزيل فل وياخد ورق التحليل سائل منه وجهزة مضبوعة والزوج اسمه مكتوب عليها يعني وصلت زي بالضبط الرشتتين بتوع رخصة السواقة بقت يعني ممكن واحد كان يجيب رشتات رخصة السواقة كان بتتبع في إدارات المور برع الشارع أن أي واحد جاهز الرشتات يحط اسمه وصورته وخلاص هو ده الأسف وصلنا له أنه هي قصة أنه بقت نوع من أنواع البصفور أنه يعدي من بلد إلى بلد هو تحليل الزوج بقى بصفور أن يعمل عقد زواج طبعا ده غلط وبالتالي إحنا نبدأ نتكلم حقيقيا طبيا طبعا إحنا بالنسبة لنا لو جينا قلنا هنقول دلوقتي الأول مين الزوجين اللي هو من مفروض بعد الزواج مباشرة يترددوا على طبيب النساء نبدأ مباشرة لأنه لو قصة قبل الزواج دي زي ما اتفقنا دخلنا في قصة أوراق وقصة الأوراق دي بقت قصة سهلة جدا تتعمل على في أي حتة وتبقى مطبوعة جاهزة وعلى الاسم الزوج فقط ويا ما شفتنا مستشفيات بتطلع كل الكلام ده وهو ما شافش الزوج وما شافش الزوجة وده دخلنا في قصة إحنا برا الموضوع ده قال لو جينا قلنا طبقا لسن الزوجة أو طبقا لسن الزوج لو كان فيه تقدم في العمر وتأخر في فترة الزواج طبعا هو المفروض أول ما بيحصل زواج بياخده مشهور الطبيب النساء على أساس أنه هو يسمع منها ويفحصها ويسمع من الزوج ويبدأ ياخد قرار أن استعجال أن يحدث الحمل لأن قصة تقدم السن عند الزوجة هو العامل الأساسي الأشعة التي تقسم ظهر البعير في مغزون المبيض وبالتالي أنا النهاردة هنفترض في زوجة تأخرت في الزواج وبداية الزواج كان سن 40 هنبدأ من 40 وهننزل أول ما يحصل زواج لا ما ينفعش لازم يتزموا على طول يتجهوا على طول يعني حتى كنا من نوع من أنواع أن احنا بنقولها كوميدية كنا بنقول أن يجب في عقد الزواج حضور طبيب النساء كمان يعني يحضر للعقد الزواج ليه؟ يعني ده من الكوميدية بنقول أن يجب أن طبيب النساء يشوف الزوجين فوراً لو كانت الزوجة في عمر الأربعين أو فطالع لسبب أني أنا عندي هنا بنتعامل مع سيدها فيها مشكلة مخزون مبيض هذا المخزون المبيض لما بقول الطباء ركب الزوحليقة خلال مش هيرجع الزوحليقة دي اللي هي بترجع بتقع كده لتحت فمجرد ركب الزوحليقة فهو خلاص بينزل زي الساروخ وبينزل بطريقة غير طبيعية بعد العمر ده وبالتالي أني إحنا قلنا طبقاً للعمر يجب علينا أني إحنا على طول ناخد المشورة من طبيب النساء هنا طبعاً هنقول إيه هو البروجرام أو البرنامج اللي هيمشي عليه هذا الطبيب أيضاً لو نزلنا خمس سنين ودخلنا في سن الخمسة وتلاتين هنا برضو أنا دخلنا في فترة حرجة وهي قلة فترة الخصوبة يعني السيدة دي عندها فترة من خمس سنين لسبع سنين خصوبة وبالتالي لو كانت هذه السيدة عندها خمسة وتلاتين سنة وأول زواج أيضاً يعني برضو ياريت أنه هو يستعجله أخد المشورة من طبيب النساء مجرد يعرف أن الزوج كويس لأن غالباً هيب الزوج برضو أيضاً أكبر منها في السن وأن الزوجة إنها كويس هنا بقى قصة تانية خالص وهي لو كانت في مشكلة عند الزوجة قبل ما تتجوز يعني النهاردة أنها افترض أن السيدة تزوجت وهي عندها عشرين خمسة وعشرين سنة لكن هي من أول مناضجة من سن 13-14 سنة وهي تعاني من ارتجال في الدورة تأخر الدورة، انقطاع الدورة، كل صور التي تعلن عن أن في لغبطة في عمل المبيض فبعض السيدات بتقولي وبعد الاتصال هقولي الكلمة دي وهي تقولي أنا كنت في بيت أبويا زي الفل والدورة سليمة ولما رحت بيت جوزي الدورة تلخبطت وهذه المعلومة بنسمعها من كل الستات إنها كانت زي الفل هناك في بيت بابها ولما راحت بيت جوزها الدنيا تلخبطت والمبيض وقف عن العمل والدنيا تلخبطت يمكن القصة دي هنناقش المشاكل ما قبل الزواج اللي تستدعي فحص السيدة عند الزواج فوراً بعد الاتصال مين معايا؟ الفضالي مادام راح عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفضالي يا فن حضرتك أنا متجوزة من عشر سنين ومتجوزة من عشر سنين وعملت عمالتها ما يضحقني في 2017 وفشلت ورجعت عملتها تاني في 2020 فالحمد لله حالياً دلوقتي أنا حامل ألف مبروك يا فن ألف مبروك أنا عملت التحليل يوم الأربع كنت مرجع أجنة يوم سبعة تلاتة ترجيع الأجنة سبعة تلاتة؟ أه يوم سبعة تلاتة ويوم تمنتاشر تلاتة عملت في اختبار الحمل تمنتاشر تلاتة؟ أه يعني عملت بعدها بتماشر يوم طلع كامل رقم يا فن؟ طلع ميتين سبعة وربعين ده كان يوم تمنتاشر تلاتة؟ أه الطبيب طلب من سياتك أنه تعيديه تاني بعد تمانية وربعين ساعة؟ أه عملت بعد تمانية وربعين ساعة عملت طلع خمسمية تنين وتسعين خمسمية اتنين وتسعين فضلي إيه سؤالي كفان؟ أعيز أسر حضرتك هو كده التحليل ده كويس هو الدكتور لسن حديد لبعض أسبوعين أروح له التحليل ده يقول إنه يعني الحمل كويس ولا إيه؟ بداية طبعا إن هذا الحمل في التاريخ بعد ترجيع الأجنة ده كويس جدا وياريت قبل ما تروحي للطبيب المعالج سياتك تعملي التحليل قبلها باربعة وعشرين ساعة وتروحي له جاهزة بالتحليل الجديد ده مهم قوي هو رجع كم؟ رجع دي أجنة؟ جنين واحد جنين واحد ياريت حضرتك طبعا هو أثناء ترجيع الأجنة إداكي ورقة فيها العلاج سياتك هتستمر على هذا البرنامج العلاجي اللي هو الدهولي كعند ترجيع الأجنة والسياتك قبل ما تروحي معادل هترجعيله فيه ياريت تعيدي التحليل الرقمي وتروحيله بالطبيب المعالج بالتحليل الرقمي اتفضلي يا فضلي ميش شكرا اتفضلي قصة إنها معي مين مدينة مرسى مطروح أنا كنت عندك يا أستاذ يوسف اتفضل أيوة دكتور يا أستاذ يوسف أنا كنا عندك وبرد بالليل قوي يا أستاذ يوسف اتفضل معلاش السواحل الشمالية كلها برد وقفلوا كل المواصلات عندكم اللي خرج على القاهرة معلاش حصل خير اتفضل يا أستاذ يوسف اتفضل أنا عندي المدام عندها اللي عملت أعيز أركب لها لو لب قاله الدكتور عندها سيولة أصبر يا أستاذ يوسف سيادتك من مطروح ولا من حتة جانب مطروح لا أنا نبعد عن مطروح 300 كيلو 300 كيلو ربنا هسعدك الكيلو دا عندكم ما بتعديش 300 انت عند النجيلة ولا بعد النجيلة لا 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 نحيط وصنا الجمال نحيط جنوب مطروح يعني مش هتخد الخط السلوم خط سيوة لوحدك يعني انت واخد خط سيوة آه طيب تمام أنا في سيوة سيوة عند نفسها بس نبعد عن مطروح 300 كيلو يعني انت من سيوة أيوة بس خلاص الحمد لله قولي أنا من سيوة حبيبي كلهم في السيوة اتفضل الله يكريمك يا دفتر الله يكريمك اتفضل اه قلت لي اه قولك المدامة عندي عندها سيولة طبعا عملت تحليل علشان ارتب لها اللولب اتفضل أنا سامعك لا لا عملت لها تحليل دكتور قال فيها سيولة مشاركة باللولب ليه علاج لسيولة طب بعد إذن سيادتك طبعا للسادة مشاهدين والساد يوسف في مرض موجود في مدينة سيوة وبيتركز بطريقة غير طبيعية ما بين تزوج الأقارب مع بعض فبيزداد جدا هذا هذا المرض الذي يظهر كروميزوميا وانا علمت منه من بعض أطباء التحليل اللي قالولي انها فعلا دي موجودة في سيوة هذا المرض هل انت سيادتك قالك اسمه ايه اللي عامل سيولة لا ما قاليش ما قاليش بس قال عندها السيولة مش هينفع ركب لها اللولب يعمل لها نزيف يا فاندم احنا عايزين نعرف ايه هو قصده يعني ايه كلمة سيولة دي جابها منين هل هذا هو المرض اللي موجود في سيوة يعني سيادتك عملت التحليل ايوة الدكتور قال لي عمل تحليل عمل تحليل بطع التحليل كده قال لي الرحم تمام ماشي رحم ايه في التحليل يا فاندم التحليل ملايش دعو بالرحم شاف الرحم عند ريه لاشيعة سونار هو عيكون الدكتور اللي بيعمل سونار سيولة الابعد عندك وفي سيوة وبيجي في مطروح ومسا عارف سمود ماشي خلاص سنعرفه ومين تفضل ماشي قال لي المهم اللي يعمل التحليل وشاف الاشعة التلفزيونية الاشعة التلفزيونية قال لي تمام الاشعة ماشي الرحم تمام ماشي لكن الاشعة التحليل قال لي في سيولة مش هينفع تركب طب انا طبعا ما قدرش اعرف كلمة دي يا ريت لو التحليل تبعتها لي على مستشفى عرابي في مدينة مرسى مطروح انا هشوفها التحليل دي وتلفون مستشفى عرابي كل الناس عارفينه فممكن تبعت لي التحليل دي على مستشفى عرابي انا هشوفها واقول لك فعلا هل هي قصة السيولة اللي انا اعرفها او المرض او امراض معينة انا اعرفها موجودة في مدينة سيوة النتيجة من تكرار تزاوج الاخارب ولا دي حاجة تانية خالص وموضوع السيولة دي موضوع مروش لازمة مش اقدر اخد قرار لما شوف التحليل ماشي يا فن اتفضل احنا الغد لوقتي في مرسى مطروح يا اساس علي المدام وفاء اتفضل يا مدام وفاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فن ازايك يا دكتور كل سنة وانت طيبة الله يخليك وانت طيبة مطروح برضي يا وفاء ايو يا فن لن كنت اتصلت عليك قبل كده اه انت من مدينة مطروح نفسها ولا خالج مطروح لا مطروح نفسها اتفضل يا فن اتفضل انا كنت قلت لحظتك ان عندي اورامل فيها داخل وخارج الرحم وبعدان الدكتور قال لي اه لازم يعني نشيل الرحم ومنهم اه في ورام ضغط على الحالب ضغط على الحالب اه ايو يا دكتور فبعدان بقى قال لي اه لازم نشيل الرحم وانا مش عايز اشيله فده ممكن يؤثر على الحالب في حاجة اصبري بس اه يعني ايه ضغط على الحالب يعني هل وصلتي ان الحالب تقفل وحصل له تركيب دعامة لا لا يا فندم لسه ما وصلتش في المرحلة دي الحمد لله طيب بس هو قال لي يعني فيه منهم ورامليسي من اه على الرحم ده ضغط على الحالب طيب اه عشان بس يعني اصنع انت بتكلميني لان فيه حالة زيدي في مطروح بقلب الدنيا هي اللي عندها وانا شفت الرنين عندها المغناطيسي انها مش ورامليفي عندها هجرة بطنط الرحم اللي اغلاقت الحالب الايصر دي انا شفتها ومركبة دعامة لكن انت سيادتك حالة تانية وقلتلي ورامليفي الورامليفي غالبا نادرا لما يضغط على الحالب يا فندم ما هو بيقوله انه هو عندي ده خارج الرحم الورامليفي ده خارج الرحم وضاغط على الحالب يا فندم ما انا بقول لحضرتك بعد اذن سيادتك طبعا عشان اقول هزا المعلومة يجب ان تتم تشخيصها باما الموجات الفوق الصوتية او الاشعب السبغة على المسالك البولية او ناخد رأيي استاذ مسالك وعنديك ده كتبت مسالك كويسين جدا جدا القصة كلها ان احنا اولا انت سني كم سنة ايه 54 سنة 54 سنة ومعاك اطفال قدية فندم معايا ولد وبينت وهل بتفكري دلوقتي تاني على الحملة او حاجة لا لا خلاص الحمد لله طب ايه الفرق ما بين سيادتك اني انا اشيل الورامليفي مني انا اشيل الرحم في هزا العمر يعني مش عايز اشيله يعني احتفظ بي كونوسة يعني يعني كونوسة وونس وونس ليك الرحم دلوقتي مش كده ايوة طيب طلع يعني انا شايف ان قصة يا ريت يتم اعادة تقييم حضرتك بالموجات الفوق الصوتية سلاسية الابعاد عشان نقدر نعرف تواجد الاورام اللي فيها محتاجة تدخل جراحي ولا لا ده مهم جدا لان انا شفت وسمعت كلام كتير اوش مدينة مارسة مطروح للاسف كله كلام خايب ملوش اي علاقة بالنحية الطبية خالف لو سامحت يا دكتور وبيقولك ما ان في عندي ارتجاع على كله يا فندم ما انا بسألتك السؤال ده ستة طبعا انا سألتها حضرتك السؤال فيه ارتجاع على الحالب وفيه ارتجاع على كله آه ده-, ده-, الدكتور المسالك شخصني four . سيدي منا سألتك السؤال ده. حدرتك روحتِ من دكتور مسالك؟ أيها يا فندم.. أي حضرتك الورق بتاعك ده جالي انت بتتكلمي لا يا فندم لا انا من مرسى مطروح حضرتك يا فندم انا كنت عندك ومبارح واول مبارح ودكتور محمد لطفي حكالي فكرة عن القصة ودكتور المسالك حكالي فكرة عن القصة اه ما انا بقول لحضرتك انا القصة بتاعت حضرتك تم تبليغي بيها طب الوقت يا فندم يعني انا عمل ايه في الحالة دي يا فندم القصة اي حالة في مدينة مرسى مطروح صعبة لازم تتوجه لي عشان أخذ القرار القرار حضرتك دلوقتي نمرت واحد تتجه الدكتور المسالك هيركيب لك دابل جي في الحالب اللي هو متضخم عشان نحمي الكلية اتنين تقييم الحالة عامة كلها والتوجه فورا لاتخاذ القرار باستقصال يعني تسليك الحالب الأهم ثم استقصال أورام استقصال الرحم ده كل حاجة يعني مش هتفرق كتير وممكن تاخذ القرار انت مع الجهة اللي هتاخد القرار بالألاج تمام اتفضل يا فان يعني القصة دي تم تبليغي بيها وشفت الرنين وشفت الأشعات وكانت محولة من أستاذ المسالك اللي هي راحت له كلمني وبعتلي كل حاجة وفعلا هذه السيدة اللي موجود مش أورم لي فيه خالص وهو ده كانت تشخيص خاطئ وقلت له لأ دي عندها هجرت بطانة الرحم وهجرت بطانة الرحم خارجة عن الرحم وكانت حول المبايد وهذه الهجرة هي اللي توغل توغلت وضغطت على الحالب الأيصر والحالب الأيصر فعلا متضخم جدا وقالوا إنه ركبوا الدبل جي متهيق لي كانت مش فاكر فين في اسكندرية ولا ركبوها فين ورجعت تاني الضغط عليها ونصحت بإعادة تقييم الحالة وإعادة إنه هو طبيبي يركب الدبل جي ثم تتجه فورا للتدخل الجراحي حماية للكلية اليسرى من الضمور بعد الرجوع البول اللي احنا قلنا عليه يعني أنا علمت بيها الحالة بالتفصيل دي كانت حالات مطروح يعني حالات اللي هي فعلا محتاجة كنسولت طبي من الأطباء عشان ياخدوا القرار يعني هما كلهم بلغوني إنه أورامل فيه لكن ما طرقتش أورامل فيه نهائيا بعد عمل الرانين المغناطيسي والرانين أثبت فعلا إنه دي مش أورامل فيه ده بالنسبة للحالة اللي هي بتاعت مدينة مارسة مطروحة يعني قبل ما أقولي وفين عم راجب كان دايما بيكلمني يعني وبيطبن علي كل حلقة مش عاقف عم راجب خايف من كورونا ونايم دلوقتي أنا مستنيك عم راجب اتفاضل مين معنا؟ الساس علي مين معنا؟ المدام إيمان اتفاضل يا فان مالو؟ معاي على الخط ولا ما فيش حد على الخط عليكم السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتعلي صوتك شوي لأ سمحت تفاضل لا فين التلفزيون يتوطي يتبعدي عنه عشان أسمعك يا أستاذ علي أنا حامل لي خمس تشهر يا دكتور بتقولي يا أستاذ علي حامل بقولك أنا حامل لي خمس تشهر خمس تشهر تفضل يا فاند عندي القصب الشابع عندي القصب الشابع عندك ماشي حاضر هو ده ضرر على الحامل يا دكتور ولا إيه يعني علاجه هو إيه لا يا فاندم يعني هو اللي هو بيقوله عليه الدكتور الفيشال بولسي اللي هو ضغط على العصب هنا هو وبتاخدي أكيد علاجه وبتاخدي جلسات مش كده آه لا أنا لسه ما خدتش جلساتي يا دكتور أنا أرضى عرفت لأنني أرسل الدكتور وإني عندك العصب الشابع لا هتاخدي العلاج وهتاخدي جلساته وهو بيوص يعني فعلا بعض الناس كتير بيجولهم وبيختفي تماما ملوش ضرر بالحمل خالص يعني ما يضرس الحمل لا لا ولا لوش علاقة خالص بالحمل خالص يا بنت ماشي تؤمري يا فاندم تؤمري شكرا نرجع بقى زي ما اتفقنا أني إحنا الأم بقى هنا ضرها يعني أم بنتها تتجوز وهي عارفة كويس أن البنت ما جالهاش الدورة خالص أن البنت السدر بتاعها ما طلعتش زي أختها أو زي زميلها سدرها صغير كده زي اللمونة أو كده مرهرة توقع زي حتة الجلدة يعني ده مهم جدا بنتها سيمينة زيادة عن اللزوم وكان فيه لغبطة في الضورة يعني بمعنى صح مؤشرات عند الأم شايفها ببنتها ده مهم جدا أنها قبل الزواج أو أن أول ما لو يعني أضعف الإيمان لما بداية الزواج تكون تاخد الكونسلتيشن من دكتور النسا يعني زي ما بنقول الأم برضو بتاخد بالها من بنتها لقيتها مشعرة زيادة عن اللزوم لقيتها أن صدرها مش بينمو زي أختها لقيتها الدورة متأخرت جدا عندها أو ما جت لها وبعد كده قدي وش الضيف ما جت لهاش الدورة تاني بمعنى أصح أن الأم تاخد بالها من بنتها كل نضوج الأنساوي وتاخد بالها من الدورة وتسألها ده مهم جدا وبالتالي إحنا شفنا حالات كتير قوي يعني أنا من خلال الأسبوع اللي فات شفت يعني للأسف سيدة ستريك أوفري اللي هي عندها نوع من أنواع أن المبيضين حبل مش موجودين خالص ومامتها اجوزتها وهي للأسف إحنا مش عايزين نقول خداع لكن هي قصة المفروض هي تبقى عارفة أن هذه البنت لا يمكن أن يحدث لها حمل لا يمكن لأن المبيض فضية حتة حبل فلما جت لي بعد الزواج طبعا كل الأعضاء الأنوسة مش موجودة يعني قصة ظهور الشعر في أماكن معينة ده ملوش ضعب المبيض لكن كل أعضاء الأنوسة فعلا لم تكتمل نهائي وبالتالي أن هي جت برضو نفس القصة أنا كنت فيتوم زي الفل وبعد ما تجوزت حصل الكلام ده لكن للأسف التشخيص بيقول أنها من الأول فيها مشكلة فضل معايا معايا الفل مدام أسماء أيوة عليكم السلام ورحمة الله اتفضلي يا ستة أسماء لو سمعت يا دكرة أنا كنت حامل في خمس شهور كنت آه كنت حامل في خمس شهور وفقط أنت السياتك سني كم سنة فا آه 20 سنة ومتزوجة بقى لي كده يعرس آه بقى لي سنة يعني ده أول حمل ده أول حمل وحصل فقدان الحمل وانت حامل في خمس شهور آه وليه يا ستة أهو لو لسه يعني محملت فقد جدا وخدت منشطات وعملت شعبك هو ما فيش أي حال أنت بتكلمي على الحمل اللي فقدتي وعلى تأخر الحمل تأخر الحمل أنا خالص رأت لسه بقى لي السنة ربنا وعطنيش تاني يعني يعني أصبري علي يعني سياتك لما كنت حامل كنت حامل في خمس شهور واللي حصل جيب المياه من فض ولا حصل لك آلام ولادة ونزلت العيل نعم آه نزل عليك مياه نزل عليك مياه ونزل الطفل موجود وشبه عايش ماشي آه وبعد كده الكلام ده من سنة آه من سنة وبعد كده في تأخر الحمل آه وعنات شعب السفغة وكلها ما فيش أي حال آه وبيقض منشطات وكده بس الدكتورة يعني وفيه زي عيب خلق هو نزل الحمل المنطقة المنطقة بس بوري علي يعني الدكتورة قالت نسيتك اللي أشعل بالسبغة أظهرت عيب خلقي فيه الرحم أيوة صح يعني رحم زو القرنين ولا رحم فيه حاجز ولا إيه بالضبط لا أنا مش عارفة بأي لسه قريت لي كده بس طيب يعني برضو يعني عمتا إن هو يحدث الحمل للغاية الخامس ده حاجة كويسة ما فيش مشكلة فيه الرحم أما المعلومة اللي بقولها لحضرتك وللأطباء أي عيب خلقي في الرحم في تكوينه من أي درجة من درجاته بيصاحبه ضعف في عضلات عنق الرحم وبالتالي الوراثيا المشكلة اللي بيانت يعني اللي ظهرت من عيب في عنق في الرحم في تكوينه لازم بيكون بصاحبه ضعفة في عنق الرحم حتى لو كان عنق الرحم مغلق ومقاسه كويس حاج طولا وسمكه كويس وتجويفه كويس لكن مشكلته في أن هذا العنق فعلا بيبقى في مشكلة في الأعصاب اللي بتديه وبالتالي بيبقى بيرتخي بسرعة جدا وبالتالي بيكون يسبب أنه صغب في جيب المية وفقدان الحمل ابتداء من أسبوع 16 فطالع أما تأخر الحمل دي قصة أخرى ما لهاش دعوة يجب على الطبيبة تبدأ تحط حضرتك في برنامج اسمه تأخر الحمل السنوي اللي هو فحصك وهرمونيا والأشعة اللي بالسبغة ويعادة تحليل للزوج وتقدر تعرف إيه سبب تأخر الحمل تفضل يا فن شكرا زي ما احنا شفنا طبعا هي قصة أن الدكتورة تلاها في عب خلقي وخلاص في الرحم لا يعني هقول قصة برضو أنا عندي حالة يمكن خلال مي معانا فن حاضر نقول القصة بعد مونة يا سيد علي حاضر مدام مونة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا الله يسلمك حلي بقول لك عايزة تشيرك في حاجة كده اتفضلي بقول لك جنب الشمال بيجي بواجع مؤلم أثناء الدورة وبيسمع في القلب وفي الكلة في القلب ده كله اه يعني جاء المبيض من تحت بيسمع في قلبك اه أثناء الدورة ده حاجة معلومة أنا بعتذر معلش أنا يعني أول مرة أعرف أن فيه رطباط ما بين المبيض والقلب اتفضلي يا فن وبعدين طيب شكرا هقول لك حاضر طبعا المدام هنا بتقول أن فيها آلام في مناطق معينة في جسمها وأنها بتسمع للقلب أتمنى الأول أنها تاخد مشهورة ورأي دكتور باطني عشان نعرف أن فوق الصرة سليم لأن أنا هقولها لك ما عنديش ارتباط كتير ما بين تحت الصرة وفوق الصرة بجبالك من الآخر وبالتالي أنه يجب على الطبيب الأول البطني يشوف لي الدنيا فوق الصرة ويعرف لي الدنيا قبل ما ناخد قرار ونبحث عن المشاكل اللي تحت الصرة اللي أنت بتعاني منها يمكن أنا قلت قصة أحد السيدات أنا شايف يعني غالبا خلال أسبوعين الجايين أتولد قيصرية نفس القصة اللي هي حكيتها السيدة في عيب الخلق في الرحم أنا عندي سيدة بقى في مدينة مرسى مطروح عيب خلقي وتقريبا شائع الرحم في الصين وحصل نفس الكلام فقدان الحمل أكتر من مرة وهي في الشهر ابتداء من الرابع في الخامس فطالع هذه السيدة من مدة أنا عملت لها ربط على الجنين وكملت وولدت وحصل اختفت مدة ثم حدث لها حمل طبيعي تاني وعملنا الربط وهتولد كمان خلال أسبوعين إن شاء الله كانت لسه عندي أمس في مدينة مرسى مطروح يعني أني أنا فعلا أي سيدة عندها عيب خلقي في الرحم دائما بيكون مصاحب بضعف في عضلات عنق الرحم وقلنا حتى لو تم قياسها تماما بالموجات الصوتية لكن بتظهر هذا الضعف أثناء الحمل في الفترة اتداء من الأسبوع الستاشر اللي هو انتهاء الشهر الرابع فطال نرجع بقى تاني لبداية القصص أني أنا أفحص السيدة إمتى وقلنا يبقى إذن فحص السيدة قبل الزواج طبعا إحنا بالأم عارفة أن في مشكلة في بنتها يجب تطلب المعاونة وتبقى عارفة أن فيها إيه المشكلة هي كورومزومية ولا هي مشكلة ارتجال الطبويد ولا مشكلة تكايس المبايد ولا وجود هجرة بطنط الرحم في المبايد ولا فيها مشكلة ايه قصة تانية وهي أن في بعض البنات بتشتكي بألام زغيرة جدا وهي كأنها زيدة والأسف يعني حظها النحس أن الطبويد في المبيض الأيمن وحظها النحس راحت لطبيب جراحة يعني ربنا يعلم به قال لها دي زيدة مع أن ما فيش أي بوادر تشخيص للزيدة عنده لكن البنت عندها طبويد في المبيض اللي مين والألم في المبيض اللي مين والبنت يعني زي ما بنقول ايه مأفورة مزودة زيادة عند اللي زوم في الشكوى في بنات كده بيحبوا ويلفتوا النظر بالشكوى العالية من حظها النحس وقعت في هذا الطبيب قال لها هفتح الزيدة فتح لها الزيدة سليمة يقعد يلعب 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 يوصل المبيض لقيه فيه دم نازل منه يفتكر أنه نزيف يقعد يلعب فيه لغاية ما يطير المبيض نفسه الايمن ويخرج بعد كده يقول لهم خلاص ده كان فيه ورم فيه المبيض وفيه كيس في المبيض وشنا الزيدة والزيدة كانت ملتهبة والدنيا مولعة عندها البنت هنا دخلنا في قصة أنه احنا ما نقعد نسأل الأم لأن غالبا البنت دي بيبع سن الـ 12 سنة أو الـ 14 من الـ 14 سنة بنلاقي القصة ماشية أنه فيه جرح والجرح الطبيب بدأ يكبره يعني بدأ مش مكانه مكبيرن اللي هو بتاعي الزيدة نفسه وكبره قوي الجراح وبدأ يقول لهم التفاصيل لكن البنت دي بتعاني من مشكلة فيما بعد وهي الالتصاقات الشديدة لكن الحمد لله ما قدرش يوصل للمبيض التاني وده رحمة من ربنا أن المبيض التاني ربنا حماه وخفاه من هذا الجراح لكن الأسف بعض الجراحين بيكبر الجرح قوي يقعد يلعب في المبيض وروح ووصل على المبيض التاني يلعب فيه ويدمر الدنيا وهو كل قصة أن البنت كانت عندها طبويد القصة الأخرى برضو أيضا وشفناها وهي بنت عندها أكياس دموية هجرت بتاني الرحم وبتعاني من ألام الطمس قوي فأيضا الجراح بيشخصها في بعض الأحيان إنها زيدة دودية حتى لو كانت البنت يعيني بتشتكي من المبيض الأيمن وبالتالي الجراح نفس الكلام يفتح ملاقيش الزيدة يلاقيها سليمة يتدخل ويتعامل هو مش فاهم يعني إيه كلمة هجر بطنة الرحم إحنا كأطباء نسا عارفين لأن المبيض ده بتاعنا فعارفين إزاي نحافظ على مخزونه وإزاي نحافظ عليه وكيف نتعم عمل معه جراحيا في الأعمار المختلفة جراحيا ثم طبيا أو العكس وبالتالي كل واحد له تخصص فبيتعامل الجراح بعنفوان مع الأكياس الدموية في المبيضين بيدخل البنت في التصاقات شديدة جدا وإنهيار أو ضعف في مخزون المبيض بمعنى أصح إن الأم تبقى عارفة إن بنتها عملت عمليات بنتها جالها مشكلة ما شاء ببعض شوفنا الحالات يقول لك استكشاف تم عمل استكشاف للبنت والاستكشاف ده لقوا 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 ما بنعرفش إيه اللي تم فيها أثناء وقت الاستكشاف لكن في الآخر هتعاني هذه البنت من التصاقات شديدة جدا وهتعاني من تأخر الحمل يبقى إذن دور الأم هنا هي بتلف الطبيب النساء يا دكتور بنتي عندها تأخر في النضوج تأخر في الدورة ارتجال في الدورة سمينة زيادة عن اللزوم البنتي بتعاني من مشاكل كانت كتير قوي والأسف كتير قوي إن الأمهات بيخبوا على الطبيب النساء في حضور الزوج ودي مشكلة إحنا بنشوفها وللأسف هقول معنا اتصال معنا اتصال آدم وهجيب سيرة وحدة يعني معرفش يعني كانت كوميديا معايا شوية كقالني إن أنا ظابط مباحث وهي متحمة وكانت بترد علي كقالنها بتنهي أو بتلغي أي حاجة عن نفسها كأنها عايزة تبقى بريئة لكن أنا كطبيب عايز أشخص بالأسئلة اللي هي بنو عليها اللي هي الأسئلة بتوصلني إلى برنامج في التشخيص معنا مين آدم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفاضل يا فن حضرتك يا دكتور أنا متجوز بقالي أربع سنين تمام فما حصلش المدام حصل لاش حملة خالص عمالنا عمليتين اللي هي تكايس المبايد يعني عمليتين يعني منظرين اه بينهم بينهم مدة قد ايه فن حوالي بينهم حوالي سنة أو سنة أو شهرين حاجة زي طب ايه الفكرة بتاع الطبيب التاني اللي عمل المنظر التاني هل شاف الاستوانة بتاعت الجراحي الأول هو يعني ولا هو هو أنا بعدما لأkea انه قيّرنا الدكتور يعني بس روحنا عند دكتور كأنه بعدما عمل العملية اللي هو الدكتور الأول فقال انه اللي ماتعملتش أصلا والسوان اللي هو الدكتور الأساس اللي هو عمل العملية اللي هي تايbsp يعني الطبيب الثانية واحدة الطبيب التاني اخذ القرار بإعادة المنظر بعد ما هو راجع الاستوانة بتاعت الجراحي الأول بالذب بالذب أنا موافق موافق طب ده حاجة كويسة طب بعد كده الدورة بقى لها حوالي ثلاث شهور دلوقتي مثل اغباطة يعني جات لها بعد خمسين يوم ودلوقتي دخلت في شهرين ونصف يعني أنا السيدة دخلت في نفس المشكلة اللي كانت قابلها وهي فترات انقطاع في الدورة كبيرة تمام ثم ان الدورة دي بتنزل لوحدها ولا بأدوية لا هي اول ما اللي هي على خمسين يوم نزلت لوحدها بس دلوقتي اتأخرت الدكتورة ده ما حقوقنا اللي هي لو في حملها يزبط لا بلاش الكلمة دي ما عليش بلغ الدكتور قوله بلاش قوله بلاش كده دكتور يعني كلمة اللي هي الدركة بتاعت الافلام العرب بتاعت عامات حمدي وفاتن حمامة دي حقوقنا العيل هي يزبط يا مش عبيه لا مفيش كلام الخيب ده اقول له يا أستاذنا احنا دلوقتي برنامج بتاع سيادتك في تنزيل الدورة يجب ان يكون برنامج علاجي تشخيصي يعني اقول له ما تعالجنيش بس انت النهاردة تضرب لي العصايا تستفيد مني بحاجتين اما تديني حاجة تنزل الدورة في نفس الوقت هي هتنزل الدورة وهتشخص ليه الدورة مرفوعة يبقى انا استفدت لكن ما عودش بقى خش في التفاهة بتاعت ان هو لو يسبت الحمل لو الحمل مش موجود الكلام ده اركنه على الجنب لان دي اذا بيقوله قاعدة كده بتاعت الستات احنا بنتكلم طبيا الطبيب قبل ما ينزل الدورة حضرتك لازم يعمل حاجتين اتنين لازم يشوفها بالموجات الصوتية المحبلية ويكتب قبل ما يكتب اي دول تنزيل الدورة بعد عمل اختبار حمل سلبي لان هزي السيدة اللي هم زوجة حضرتك هيحدث الحمل في مرة من المرات هتبصت لقى دورة ما جاتش ونفس الكلام هي تقولك لقى انا هزهقت بقى انا مش عاقب ايه وتقع في الطبيب يقولك لقى اخد مش عاقب ايه اعمل ادوية اخد علاج كزا نزل الدورة وتيجي تقولي ان هو قال لي ان الدوة ده لو في حمل يسبته ولو ما فيش حمل ينزل الدورة يعني معلش بلاش الكلام ده خليه طبيب بيشخص صح هو النهاردة المفروض هينزل الدورة قل له يا دكتور لما تيجي تنزل الدورة سيادتك بعد الفحص الموجات الصوتية المهبلية هتقدر تعرف نوعية البطانة الرحمية اللي موجودة هي عايزة ايه عايزة نوع ايه من العلاج لكن بيكتب لك الصح انه هو بعد اختبار حمل سلبي يبدأ ناخد البرنامج ده عشان تنزيل الدورة في حال تنزيل الدورة هو شخص اللي موجود عند المدام في حالة ان الدورة ما نزلتش هو شخص اللي موجود عند المدام والتشخيص في الاخر هي تستفيد في البرنامج العلاجي اللي هتاخدها بعد كده ايه يا استاذ علي حاضر يا استاذ علي افكركم بالحالة لسه برضو احنا لسه قبل الزواج لكن او في اول الزواج يعني انا مش اقول طبعا اسماء لكن سيدها حضرت وانا دايما اما اكون بسمع اول زيارة للحالة عندي هي والزوجين ببقى يعني زي بقول منصد جدا جدا لكل كلمة وطريقة كل حاجة اعرف بالزبط هي هتوجهني للصح ولا هي بتحاول يعني زي بيقولوا ايه تلغبط الدنيا علشان تبقى الدنيا عيمة وما نعرفش مين السبب تأخل الحالة سمعت كل حاجة لكن ده اداني فرصة لما سمعت قلت لا دا ليها فحص معين بالفحص لقيت اثار منظر بطن جراحي منظر بطن واخد تلات فتحات فيه بطن المريضة عند السرة وده مدخل للمنظر وكل حاجة فسكدت طبعا كده فبسأل وانت عملت عمليات لا طب ايه لي موجود ده هرش طب يا ستي ده ما ينفعش ده جرح ده قصلي وقعت من عالسلم طب انا بالنسبة لي هنضر ايه لو انت عايزة تلغبطيني بالمنظر ده انا مش هنضر حق حقك عليا يعني انا مش ظابط مباحث بدور على حرز ولا بدور على متهم انا مالي انا بقى اساعد واوصل الصح عشان اخد القرار لاني ممكن فعلا بعض القرارات التشخيصية من الكلام مع المريض وفحصه بلاقي حاجات فعلا بتدينا فرصة في اني انا اساحل التشخيص وقرار العلاج طبعا قربت الحلقة بتاعتنا على الانتهاء لكن لازمنا بنتكلم ايضا واحنا طبعا معلش احنا خدنا السيدة لكن كذلك الزوج ما ينفعش ان زوج كان يعني هو عارف ان عنده خصية معلقة هو عارف انه عمل عمليات دوالي قبل كده هو عارف انه فيه مشاكل على البرستاتة وا 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 وما قالش برضو ده مش من يعني مشكلة يجب انه هو يوضح الامور علشان كده بنبدأ ناخد القرار في الفحص قبل الزواج او الفحص عند الزواج فورا يبقى دي مهمة جدا كمقدمة اني انا امتى ااخد قبل الزواج اذا كان فيه مشاكل تخص الزوجة مشاكل تخص الزوج وده مهم جدا لان يزيل مشاكل ما هو انواجهها بعد الزواج وبالتالي يجب على الطبيب ان ياخد القرار بيها وعند الزواج يجب اتخاذ القرار ايضا بان بعد سماع من الزوجين المشاكل اللي كانت عند الزوج او عند الزواج الكلام طبعا مهم اول للاطباء الكلام ده والسادة المشاهدين او سادة المرضى خليكم تعاونوا مع الطبيب في ان هو تاخدوه بيده في تشخيص صح علشان المستفيد الوحيد هو انتو وبالتالي التشخيص الحقيقي هيسرع بالعلاج والنتيجة الكويسة طبعا انا شايف كده ان القصة زريفة ورغي في موضوع لسه ما دخلناش خالص لا فيه كشف ولا فحص ولا اي حاجة كل الكلام ده كان كلام من الكلام مع الام او كلام مع السيدة او كلام مع الزوج وهو ده المهم الطبيب يسمع كويس ويكون ذاكي جدا وحاطت في تماغه برنامج تشخيصي يصل بيه سهل جدا للتشخيص والعلاج حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من استاذ الدكتور ايمان حمود استاذ امراض النساء والتوليد دكتور الطب ونائب رئيس جمعية جراحي المناظر المصرية وطبعا احنا في حلقاتنا انا كاستاذ امراض نساء اي اسئلة تخص السيدات في مشاكلهم او في بناتهم او في امهاتهم او اي اعمار مختلفة او اثناء الحمل او مشاكل تخص الحمل قبل او بعد او اثناءه اي مشاكل اتمنى ان حضراتكم تبلغوني بها تلفونيا وان شاء الله نرد عليكم الاجابة الصحية حلقات صحة حواء هي حلقات طبية مقدمة من الدكتور ايمان حمودة وتكون على او تزاع على الهوى يوم من احد من كل اسبوع الساعة التاسعة مساء وتعاد ازاعتها بعد منتصف الليل يوم الخميس حلقاتنا بانتظام بترفع لليوتيوب على موقعنا قناة الـ HBC باسم يوم الخميس يوم الخميس بعد منتصف الليل يوم الخميس بعد منتصف الليل بتعاد الحلقات وحضراتكم بالنسبة للحلقات ترفع على اليوتيوب باسم حلقات صحة حواء نتمنى اي حد عايز يتابع هذه الحلقات انه يتابعها على اليوتيوب ان شاء الله ولو كان في حاجة على الهوى مكتوب ان الحلقات الساعة تسعب وتزاع اليوم بعد منتصف الليل لا هتتغير هتكون يوم الخميس بعد منتصف الليل ان شاء الله هو ده اللي مفروض بتبقى موجودة واتفقنا ان شاء الله هنعيد الحلقات بإذن الرحمن على يوم الخميس بعد منتصف الليل وبإذن الرحمن هنستكمل الخميس بعد منتصف الليل هنستكمل الحلقات يوم الأحد القادم ان شاء الله في تأخر حمل بين الزوجين ونأمل مشاركتكم في التلفونات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته